بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله النهاردة هشرح معاكم الدرس الثاني سكان البيئة الزراعية للصف الثالث الابتدائي مادة الدراسات الاجتماعية أولا هنكفي سكان البيئة الزراعية بلغ عددهم في عام 2017 حوالي 94.08.000 ناسنا ينقسموا لنعين سكان المناطق الريفية وسكان المناطق الحضرية سكان المناطق الريفية بيعيشوا في ثلاث أماج زي ما اتفقت معاكم بيعتمدوا أصلا في منطقة اسمها في البيئة الزراعية المروية بيعيشوا في البيئة الزراعية المروية تب البيئة الزراعية المروية لسه إلنها مبارح بيعيشوا فين في ثلاث مناطق في الوادي والدلتة ومنخفض الفيوم الوادي والدلتة ومنخفض الفيوم يبقى الزراعة المروية موجودة فين في مصر في الوادي والدلتة ومنخفض الفيوم بلغ عددهم 42% و4 من 10 من جملة السكان السكان المناطق الحضرية بقى بيعيش سكان المناطق الحضرية في عواصم المحافظات والمحافظات الحضرية يعني في المدن يعني بلغ عددهم 57% و6 من 10 من جملة السكان من أمثلة المحافظات الحضرية دي سؤال مهم بيجي في الأكمل على طول القاهرة الأسكندرية برسعيد السويس الحاجة المهمة اللي بتيجي في الامتحانات بعيدها كذا مرة من المحافظات الحضرية القاهرة الأسكندرية برسعيد السويس من المحافظات الحضرية القاهرة الأسكندرية برسعيد السويس بعد كده عندي الجزء الثاني بيكلم فيه عن مناطق توزيع السكان في البيئة الزراعية السكان بيتركزهم في مناطق وبيقلوا في مناطق المناطق اللي بيزيدوا فيها طبعا يتزيد عدد السكان فيه نهر النيل وفرعيه دميات ورشيد بيتركزوا في المناطق القريبة من نهر النيل وفرعيه دميات ورشيد وبيقل السكان في المناطق الصحراوية بسبب قلة جودة التربة أو حيث تقل جودة التربة السؤال ده مهم بما تفسر يقل السكان في المناطق القريبة من الصحاري بسبب حيث تقل جودة التربة حيث تقل جودة التربة السؤال مهم المهم تلاقيني أقف عليه رقم 2 يتركز سكان البيئة الزراعية في الوجه البحري والوجه الإبلي سؤال مهم وجايف أسئلة الكتاب المدرسي يتركز سكان البيئة الزراعية في الوجه البحري والإبلي البحري في الدلتة الإبلي في الوادي ومنخفض الفيوم في الدلتة بتعتبر الدلتة دي أهم مركز أو أهم مناطق التركز والسكان وبتتميز بالإزدحان ليه؟ لأن بيوجد في محافظتها أكبر عدد من السكان الدلتة مزدحمة بالسكان تبش مهنا الدلتة مزدحمة بالسكان لأن بيوجد في محافظتها أكبر عدد من السكان بمصر كمان بتتراجع المساحة الزراعية في الدلتة بسبب الزحف العمراني عليها تراجعت المساحة الزراعية في الدلتة بسبب الزحف العمراني عليها الوجه الإبلي بقى موجود في ملوادي ومنخفض الفيو بيقل في عدد السكان بسبب ضيق مساحة الأراضي الزراعية ده مهم السؤال ده مهم بما تفسر يقل عدد السكان في الوادي ومنخفض الفيو بسبب ضيق مساحة الأراضي الزراعية بسبب ضيق مساحة الأراضي الزراعية السؤال المهم وموجود في أسئلة الكتاب المدرسي أثنين أسباب ارتفاع الزيادة السكانية في المناطق الريفية ليه الزيادة السكانية مرتفعة في المناطق الريفية بسبب الزواج المبكر وتعدد الزوجات وقصرة الإنجال السؤال المهم وبيجي في الامتحانات بعد كده خصائص سكاني البيئة الزراعية عندي خصائص اجتماعية الخصائص الاجتماعية دي نازل فيها حاجات اسمها العادات الإيجابية والعادات السلبية العادات الإيجابية والسلبية بتجي في المقارنات خاصة في أسئلة الأظهر بقولك من الخصائص الاجتماعية بسأذكر خصائص الاجتماعية لسكاني البيئة الزراعية لازم تطلب لي أو لازم تفي الإجابة الجاوب على العادات الإيجابية والعادات السلبية العادات الإيجابية متمثلة في احترام الكبير التعاون فيما بينهم التمسك بالأراضي الزراعية التزاور بين الناس بعضهم مع البعض أنا ممكن ألخص الكلام ده وأقوله في كلمتين احترام الكبير التعاون فيما بينه التمسك بالأرض الزراعية كفاية أنت هم أقدرتك على الحفظ العادات السلبي تفضيل الزكورة على الإنس استخدام الأطفال في أعمال الزراعة الزواج المبكر للإنس وكان لي نتائج كبيرة المما يؤثر بالسلب على صحة المرأة يؤثر بالسلب على صحة المرأة رقم 4 الحرص على إنجاب أكبر عدد من الأطفال الزكور بعد كده متمثل عندي حاجة اسمها الخصائص التعليمية الخصائص التعليمية دي الريف معروف عنهم ارتفاع نسبة الأمية في المصر بتصل نسبة الأمية في الريف لـ 50% بتصل نسبة الأمية في الريف لـ 50% أنا ما قرأتش اللي أنا كباء أنا قلتها من خلال اللي أنا فهمته قلت إن أنا عارفة أني الريف بترتفع فيه نسبة الأمية وبتصل إلى 50% طيب الدولة عملتلي إيه؟ أنا الأول عارف يعني إيه كلمة الأمية الأمية هي عدم معرفة الكراءة والكتابة الامتحان السنة اللي فاتت كانت موجودة بتجي في كل الامتحانات اللي هنحنلها إن شاء الله الأمية هي عدم معرفة الكراءة والكتاب الدولة عملت ساعدت على نشر التعليم وزيادة عدد المدارس بالريف الدولة عملت على نشر التعليم وزيادة عدد المدارس بالريف الخصائص الاقتصادية الخصائص الاقتصادية السؤال بيجي في الامتحان انخفاض مستوى الدخل الفرد يعتبر من الخصائص نقط في البيئة الزراعية من الخصائص الاقتصادية من الخصائص الاقتصادية انخفاض مستوى دخل الفرد انتشار البطالة انخفاض مستوى المعيشة تعريف البطالة البطالة مهمة جدا وبيجي في المصطلح العلمي البطالة الأفراد الذين في سن العمل ولا يعملوه يعني المفروض أن هم يشتغلهم وسنهم مناسب للشغل بس مش لقين شغل يشتغلوه البطالة الأفراد الذين في سن العمل ولا يعملوه بعد كده هجر سكان البيئة الزراعية بيعاني سكان البيئة الزراعية من مشكلات اقتصادية قل بطال الهجرة هناك حصلت لها نتائج كبيرة قوي طبعا هم هجروا من البيئة الزراعية وراحوا على المدن فحصلت مشكلة كبيرة إن هي قصرة الشباب وخاصة الزكور داخل المدينة عملت زحمة جدا وعملت تكدس مما أدى لوزور حاجة سمال عشوائية بس أنا أعرف الأول يعني إيه كلمة الهجرة دي الهجرة انتقال الأفراد من مكان لآخر سواء داخل الدولة أو خارجها ويكون لفترة طويلة الهجرة انتقال الأفراد من مكان لآخر سواء داخل الدولة أو خارجها ويكون لفترة طويلة السؤال المهم عندي هو أذكر النتائج المترتبة على الهجرة من الريف للمدن إيه النتيجة اللي ترتبت على الهجرة من الريف للمدن؟ أول حاجة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان المدن المدن قلتلكوا حصل فيها تكدس وزحمة ظهور العشوائيات على أطراف المدن وهنعرف يعني إيه كلمة العشوائيات دي اتنين تلاتة ارتفاع نسبة الزكور بالمدن أربعة تناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعي السؤال مهم جدا أحفظ الأربعة ممكن تحفظ اتنين على قد ما قدرت الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بس أهم واحدة الكويسة قوي قوي تناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعي سابوا الأرض وراحوا ودوروا على شغل في ايه؟ في المدن تناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعي تناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعي اتنين ظهور العشوائيات على أطراف المدن مهمة جدا ظهور العشوائيات على أطراف المدن بيجي أكمل على طول من النتائج المترتبة على هجرة السكان من الريف إلى المدن نقط ونقط نكتب ظهور العشوائيات وتنقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعة بعد كده عندي العشوائيات العشوائيات هي المناطق التي بنيت بدون تخطيط من الدولة وعادة ما تظهر على أطراف المدن مهم جدا التعريف لازم أحفظه وهأسم التعريف على مرتين أو ثلاث هي المناطق التي بنيت بدون تخطيط من الدولة بدون تخطيط وعادة ما تظهر على أطراف المدد هي المناطق التي بنيت بدون تخطيط وعادة ما تظهر على أطراف المدد طيب البيئة الزراعية دي عنده مشكلات وعايزين نحله المشكلات دي متمثلة في البطالة الأمية مشكلات صحية كمان المشكلة الرابعة كانت ضخمة اللي هي تهجير سكان النوبة يبقى المشكلات التي توجد في البيئة الزراعية البطالة الأمية مشكلات صحية تهجير سكان النوبة البطالة الدولة عملت إيه عشان تحل مشكلة البطالة دي أول حاجة توفير فرص عمل للشباب الخريجين اتنين تقديم مشروعات تنمية للشباب تلاتة إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية لتقديم القروض للمزارعين ومده بالأسمدة والبزور وشراء منتجاته أنا كان نفسة لخص ديت بس للأسف بتيجي أكمل في الامتحان إن الجمعيات التعاونية الزراعية اشترت كروض قدمت لهم كروض للمزارعين وبتمدهم بإيه دي بتيجي أكمل كتير بتمدهم بالأسمدة والبزور وشراء منتجاته الأسمدة والبزور يبقى أنا ممكن أقول الدولة عملت إيه لو جي أقول أذكر جهود الدولة لحل مشكلة البطالة هقول توفير فرص عمل للشباب الخارجين تقدم مشروعات تنمية للشباب تقدم مشروعات تنمية للشباب الأمية بقى عملت الدولة على الاهتمام بزيارة أعداد المدارس في الريف وإنشاء مراكز لتعليم القبار آخر حاجة عندي مشكلات صحية مثل إيه انتشار الأمراض في البيئة الزراعية ليه إيه السبب بسبب استخدام المياه الملوسة من الترع والمصارف جهود الدولة الدولة عملت إيه إقامة مراكز صحية الاهتمام بالصرف الصحي ماد الريف بالقهرباء والمياه النقية إقامة مراكز صحية الاهتمام بالصرف الصحي كفاية السؤال فوق بيقول بما تفسر انتشار الأمراض في البيئة الزراعية بسبب استخدام المياه الملوسة من الترع والمصارف بسبب استخدام المياه الملوسة من الترع والمصارف عندي رقم 4 بقى تهجير سكان النوبة بما تفسر يعني ايه تهجير سكان النوبة ده؟ بسبب بناء السد العالي ميت بحيرة ناصر راحت على القرى بتاعتهم وعلى أراضيهم وغمرتها كلها بالمياه طبعا الدولة حابت تحللهم المشكلة دي قامت وزارة الإسكان بإنشاء بعض القرى السكانية مثل قرية إبريم وقرية أبو سنبل وقرية وادي العرب ثاني قامت تهجير سكان النوبة بسبب بناء السد العالي حيث غمرت مياه بحيرة ناصر قرهم وأراضيهم الزراعية الدولة أنشأت قرى بتيجي بقى دي السؤال بيجي في أكمل من القرى التي أنشأتها الدولة لسكان النوبة قرية إبريم وأبي سنبل وقرية وادي العرب قامت وزارة الصناعة بإنشاء مناطق الصناعات الصغيرة لتشغيل الشباب بعد كده عندي الأسئلة المهمة في الدرس للي مش بيقدر يحفظ الدرس كله تعريف البطالة والأمية والعشوائيات والهجرة وسؤال أكمل مهم جداً دي تعتبر أسئلة الكتاب المدرسي اللي أنا حلها معاكم أول حاجة يعاني سكان البيئة الزراعية من بعض المشكلات مثل البطالة والمشكلات الصحية البطالة والأمية أهم حاجة عند البطالة والأمية وتهجير سكان النوبة السؤال الثاني من العادات الإيجابية في المجتمع الريفي احترام الكبير التعاون فيما بينهم التمسك بالأراضي الزراعية الثالث يتركز سكان البيئة الزراعية في الوجه البحري والوجه الإبلي وقلت لكم معاكم وأنا بشرح تعدوا الدلتة من أكبر مناطق التركز السكاني في البيئة الزراعية لجأ الكثير من الشباب إلى الهجرة بسبب الانتشار البطالة من العادات السلبية في المجتمع الريفي قسرة الإنجاب الزواج المبكر تفضل الزكور على الإناز انخفاض مستوى الدخل من الخصائص الاقتصادية وده هو السؤال ده مهم جدا جدا السؤال ده مهم جدا بعد جدا بما تفسر قلة عدد السكان في الوادي عن الدلتة بسبب ضيق مساحة الأراضي الزراعية معلش ما أنا بقول بصورة عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم شكرا جدا لحضراتكم ياربكم بفتكم يارب تشرفوني في القناة شكرا لحضراتكم مع السلام